اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الحجر الصحية الشامل تفتح تونس اليوم السبت حدودها البرية والبحرية والجوية لاستقبال التونسيين العائدين من الخارج والسياح وفي مسعى لضمان سلامة التونسيين بالداخل والوافدين من انتشار فيروس كورونا المستجد اتخذت السلطات الحكومية بالتنسيق مع اللجنة العلمية المختصة جملة من الاجراءات الوقائية نتعرف عليها في الرابورتاج التالي بفتح الحدود البرية والبحرية والجوية ولضمان سلامة التونسيين بالداخل والوافدين في علاقة بفيروس كورونا المستجد اتخذت رئاسة الحكومة مع اللجنة العلمية المختصة العديدة من الاجراءات لتفادي عودة انتشار الوباء ولعلى ابرزها تصنيف الدول الى مناطق خضراء او بورتقالية او حمراء بالاعتماد على ضوابط علمية المناطق خضراء هذوما يدخل بدون اجراءات خاصة لا ارتبسيار لا حجر لكني عمر جذاذة قبل قدوم التونس وفما لما حالك يوصلوا المطار قيس الحرار ومعنى بعض سؤالات بالنسبة للمناطق البرتقالية يدخلوا في حجر ذاتي في المنزل ودون اجراءات اخرى متابعة لمحالة لكن فماش برسيار اخرى بعد 14 يوم يغادرون منزل بالنسبة للمناطق الحمر يقعدوا جمعة في النزل معناها حجر اجباري على كلفة القادم وثم بعد الأسبوع هذك نقومون برسيار جديدة كانت تظهر سلبية يواصلوا حجر مدة سبع ياب في المنزل التونسيون الوافدون من الخارج والذين وجدوا صعوبات في إجراء تحاليل مخبرية في بلد الإقامة سمح لهم وفق الإجراءات السابق ذكرها بإجرائها في تونس مع الالتزام بالبقاء في الحجر الصحي الإجباري كل تونسي عنده الحق لدخل بلاده وتتقامل الارتبسيار في تونس لكنه إجباري يتبشيقها حتى يحضر التحليل في حجر إجباري مهما كان المنطقة اللي جاي منها برتقالية أو حمراء وبعد كيحضر التحليل نأخذ الإجراءات المطابقة للبلاد حسب تصنيف البلاد أما بالنسبة للسياح فقد سمح فقط للوافدين من مناطق صنفة بالخضرة أو برتقالية بدخول تونس وفق عوض اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا حبيب أغديرا بالنسبة للسياح اللي يجي من مناطق خضراء ما فيش حتى إشكال يدخلوا كتوانسة بالنسبة اللي جاي من أماكن برتقالية هذكم يدخلوه تسمى في مجموعات مؤطرة كوروتينج يقعدوا مع بعضهم ونتابعوهم مع بعضهم من لوتين ما عندهم مش اتصال بالعباد إلا لليهين بيهم اللي هما بيدهم زادا مؤطرين وبعد ما يكملوا الأسبوع كان يحبوا يخرجوا مثلا يقوموا بسياحة في وسط البلاد ماشي مؤطرة خطر فيما إمكانية زيارات مؤطرة وقت الأسبوع الأول يحبوا يمشوا البلاد ويقوموا لهم بارتبيسير حسب طلبهم حمالات تكريفتهم هما اللي ميحبش يقوم بارتبيسير يقعد مؤطر إلى أن يغادر البلاد والسياح من يجبوش يجيو من مناطق الحمراء دول الجوار على غرار الجزائر وليبيا تم استثناؤهما من هذا التصنيف لوجود اتفاقات خاصة تعامل خاص مع البلدان هذين ما مش مصنفين لأن حاليا حتى وقعتين نقوموا بعدة معنا أشكاليات نقعدين ندرسوا فيهم معهم مع اللخوة الجزائريين ومع الليبيا زفهم فم مسار قدوم للمرضى وكل كذلك فم بروتوكول خاص بالسياحة الاستشفائية هذو ما معناه لهمو كيف اشتاقع وبقدرة ربي كل شيء تعادل باستها والجزائر حدودها مسكة كيف تتحل الحدود كل حالات يقعد تدارسها هذا وستتم مراجعة هذا التصنيف وتحيينه كل ثلاثة أيام حسب تطور الوضع الوباء العالمي واستعدادا لاستقبال السياح من التونسيين والجانب يتكثف العمل داخل النزول التونسية كما تتواتل زيارات أصحاب وكالة الأسفار للإطلاع على ظروف إقامة حرفائهم خاصة بعد الفتح الكامل للحدود اليوم السابت مع بدء فتح النزول واستعادة نشاطها انطلق العمل بالبروتوكول الصحي لضمان ظروف إقامة جيدة للسياحة وللتأكد من مدى احترام النزول لهذا البروتوكول أدى أكثر من 35 وكيل أسفار من مدينة اسفاقس زيارة ميدانية لبعض المؤسسات السياحية بكل من المنستير وسوسة احنا كنا كحرافة باش نشوفوا تحذير هالفاندق هذه للسائح التونسي كيفاش مش يستقبلوه شنوها هيقولوا باش ينجم يجي في ظرف صحي مناسب ويشجع على انه يتمتع برحلة صيفية عائلية في إطار صحي حابين نشوفوا نفو براتيك شوفناه باش نطمنوا كل يوم تاعنا نطمنوا أحنا ونطمنوا كل يوم تاعنا وناخذ المعلومات وباش نجم ونوجهوا كل يوم تاعنا وننصحوا النصائح اللي حاشنا بيأكل المنشأات السياحية التي فتحت أبوابها استعدت لاستقبال حرفائها التونسيين في أحسن ظروف أعلها تستعيد عافيتها تدريجيا بعد الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا اليوم ما تتعويل شكون تقريبا عن السوق الداخلية في انتظار ما تتفتح للحدود وتتسهيل خاصة الإجراءات بالنسبة للسياح الأوروبيين والسياح اللي يحبوا جاءوا من خارج تونس أغلبية السواح اللي يجيوا ويسكنوا في مرسل قنطا اليوم من تونس ولا من الجزائر ولا من ليبيا هي محطة بالأساس موجهة للسياحة الداخلية والسياحة الجوار عنا تقريبا 18 أو 20 وحدة فندقية فتحت أبوابها إلى غاية 19 أجوان وهناك العديد تقريبا 20 وحدة فندقية أخرى أعلنت على استعدادها لفتح أبوابها معناها اتباعا في الأيامات القادمة إلى غاية تقريبا 5 أجويلة إلى غاية الآن اللزل اللي أمضعت الالتزامات يفوق العدد المتاحة 35 وحدة فندقية وفي الوقت التي تتبين فيه الأرى حول تبعات قرار فتح الحدود واستقبال السياح الأجانب عادت وكالة الأسفار لسالف نشاطها علها تحقق انتعاشة بفضل السياحة المحلية وضمن مستجدات الوضع الوبائي في تونس أكد المدير الجهويل الصحة بالقصرين عبدالغني الشعباني إصابة ثلاثة أجانب يحملون جنسيات أفريقية اجتازوا مؤخرا الحدود التونسية الجزائرية خلصة بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد ورود التحاليل المخبرية مساء الجمعة إيجابية وأوضح الشعباني أنه تم تخصيص سيارة إصعاف وفريق صحي مختص لتأمين نقل المصابين الثلاثة إلى مركز العزل بولاية المنستير لتلقي العلاج وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق تسجيل إصابتين جديدتين وفيدتين ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الخجر الصحي الإجبري وذلك بعد إجراء مائتين وواحدا وعشرين تحليلا مخبريا من بينها ثمانية تحليل في إيطال متابعة المرضى السابقين جاءت نتائج ستة منها إيجابية لحالات إصابة سابقة ما تزال حاملة الفيروس أدى أمس الجمعة وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي زيارة إلى معتمدية رمادة من ولاية التطوين للإطلاع على القاعدة الجوية العسكرية وظروف العمل بالثكنات العسكرية ودرجة التأهب على الحدود التونسية الجنوبية إلى القاعدة الجوية برمادة وصل وزير الدفاع الوطني في زيارة عمل وتفقد لجاهزية الوحدات العسكرية العاملة بمنطقتين البرما ورمادة ضمن تدخلات قوات الفيلق الصحراوي الترابي الأولى على طول الشريط الحدودية التونسية الليبية الجزائرية في متابعة لتداعيات ما تعيشه المنطقة من أوضاع أمنية لكلنا اليوم نعمل اليد في اليد من أجل كما قلت لك الضمان تأمين حدودنا نحن نعرف اللي جيشنا الوطني قاعد يقوم بدور كبير يسعى المستوى هذية حدودنا والحمد لله آمنة جنودنا منتشرين وموجودين على الميدان قاعدين نحميه في بلادنا من نسمحه لحتى طرف أجنبي لاستخدام ترابنا أو قيام بعمليات عسكرية خارج بلادنا وهذا أكدنا عليه في عديد المرات ومش نواصلوا التأكيد عليه وهذا ما يمنعناش من كونه نواصلوا أيضا نطوروا في قدراتنا ندعموها لمزيد إحكام السيطرة على كافة مجالاتنا الأرضية والجوية والبحرية القايمين بالواجب من بتاعنا ومستعدين بش ندعموا أكثر مجهودات الدولة سواء على مستوى توفير مراكز التكوين المهني احنا عنا تواب إن شاء الله في القريب العاجب بش ندشنوا مركز تكوين المهني ذو مستوى عالمي في جرجيس في خصوص التكوين في مجال الغوص نعرفوا وعين بأهمية المناطق هذه في الجنوب وأهمية البعد التنموي ولابد أن المقاربة تكون بالأساس مقاربة تنموية زيارة شملت أيضا لإشراف على موكب توسيم وترقية عدد من الإطارات العسكرية بمختلف الرتب بمناسبة إحياء الذكرى الرابع والستين لانبعاث الجيش الوطني جيشنا الوطني مدرسة ما زلنا إن شاء الله في الفترة القادمة أيضا سنبرهن على ذلك على جميع المستويات جيشنا الوطني منساوش أيضا عنده دور كبير قاعد يقوم فيه في المجال التنموي وإن شاء الله مش نكونوا مع الفترة القادمة مش تشهد نقلة نوعية على مستوى جيشنا الوطني سواء على مستوى تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي وكل النصوص المنظمة لمسار المهني العسكريين ولحياتهم ولكن أيضا كل ما يتعلق بتطوير قدرات جيشنا الوطني وفي محطة أخرى من هذه الزيارة تابع وزير الدفاع الوطني مشاريع الوزارة ولسيما تقدم مشروع المراقبة الإلكترونية للحدود وتمديده إلى منطقة برج الخضرة انطلاقا من بينجردان لحماية الحدود التونسية من كل التهديدات وعلى هامش الزيارة التي أدها إلى الوحدات العسكرية بالبرمة ورمادة جدد وزير الدفاع الوطني عماد الحسجي موقف تونس الداعم على الحل السلمي التوافقي في ليبيا بالنسبة ليبيا موقفنا كان ولا يزال ودائما واضح نحن مع الشرعية في ليبيا نحن مع الحل التوافقي السلمي اللي يكون بالأساس نابع من الليبيين ويعبر على إرادة الشعب الليبي ويخدم بالأساس مصلحة الشعب الليبي نحن رفضين للأشكال التواجد العسكري الأجنبي لكلها في المنطقة وفي ليبيا ونحن مستعدين للمشاركة بكل جدية وبصورة فعالة في كل المبادرات والتسويات السياسية الممكنة من أجل إنهاء الصراع في ليبيا وبمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب دعا المشاركون في ندوة صحفية إلى ضرورة استكمال مسار العدالة الانتقالية للحد من تكرار حالات التعذيب وضمان عدم الإفلات من العقاء وتم خلال هذه الندوة تقدم التقرير السنوي لبرنامج سند لمساعدة ضحايا التعذيب والإحاطة به تواصل حالات التعذيب في تونس إلا أنها ليست ممنهجة هذا ما أكدته مديرة برنامج سند التابع للمنظمة العالمية للمنهضة التعذيب خلال ندوة صحفية قدمت خلالها النتائج التي تواصل إليها التقرير السنوية لبرنامج سند لمساعدة ضحايا التعذيب والإحاطة بهم مراكز موجودين منذ سنة 2013 يستقبلوا في ضحايا التعذيب وصول معاملة في تونس عندنا أكثر من 352 ملافة لقينهم حتى الأواخر سنة 2019 الأرقام هذه بطبيعة أنا أتأكد أن ظهر التعذيب موجود نحكي على الأرقام التي جاءت للمنظمة لا نحكي على الأرقام الكل هناك منظمة رفعين أكثر من 132 قضايا أمام مختلف في المحاكم في تونس معنا حتى حكم لحد الآن في التعذيب لدينا زوز إدانات ضد أعوان بأحكام غيابية بالنسبة للقضايا المرحومة لنا لدينا أحكام زادة بالسجن بخطايا مالية ضعيفة ودهى ممثل المنظمات الحقوقية الحاضرة في الندوة الصحفية إلى ضرورة استكمال مسار العدلة الانتقالية للحد من تكرار حالة التعذيب وضمان عدم الإفلات من العقاب كما تعرفوا منذ يومين تم نشر تقرير نهائي لهذه الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي هذه خطوة إيجابية من نجم كان حيي وإلا أننا نعتبره كمنظمات مجتمع مدني والرابطة تونسية أن هذا غير كافي من أجل استكمال حقيقي لمسار العدلة الانتقالية يوم نرى أن قضايا العدلة الانتقالية في الدوائر الجنائية المتخصصة تصير ببطء كبير جل القضايا مؤخرة الأكتوبر الدوائر المتخصة في العدلة الانتقالية وأنا تعرف عدة تعوائق منها غياب الإرادة السياسية لتدعيم هذه الدوائر القضايا اللي يقع تكوين هم كل مرة في الحركة القضائية يخرجوهم ويقع تعيين قضايا أخرين ومن بين التوصيات التي تم تأكيد عليها خلال الندوة لاستكمال مسار العدلة الانتقالية تعزيز عمل الهيئات الجنائية المتخصصة للعدلة الانتقالية لاستكمال مسار التفكيك منظومة الاستبداد والمحاسبة والمصالحة لضمان عدم التكرار ولضمان عدم الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب نطلب من السلطات التشريعية التسريع في اتخاذ مشروع مجال الإجرائية الجزائية الذي تم المصادقة عليه من قبل وزارة العدل في نوفمبر 2019 التسريع في مراجعة المجال الجزائية وفي لقاء جمع وزيرة العدل ثورية جريبي بمجموعة من الشخصيات الحقوقية وممثل عدد من المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان ومنهضة التعذيب تم إبراز إيجابية مصار الانفتاح الذي عرفته المنظومة السجنية على مختلف مكونات المجتمع المدني وتمت الدعوة خلال اللقاء إلى ضرورة إلاء مسألة الإفلات من العقاب ما تستحق من المتابعة خاصة في علاقة بالجرائم والقضايا المتعلقة بالتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان ووفق بلغا لوزارة العدل فقد تم تأكيد أيضا خلال اللقاء على ضرورة الموذي في تطوير التشريعات والقوانين المجسدة لأحكام الدستور تتويج دولي آخر لتونس في مكافحتها جائحة كورونا حيث تم الجمعة انتخاب تونس في شخص الدكتور الطاهر قرقاح الأستاذ الاستشفائي الجامعي في الطب لرئاسة لجنة البرنامج والميزانية والإدارة التبعة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية جاء ذلك خلال المؤتمر الافتراضي الانتخابي الذي انتظم بجينيف وننهي النشرة بهذه الصور الجميلة من ربوع تونس ما بين منطقتين جبا من ولاية باجا وغار الملح من ولاية بنزرد وقد تم إدراجهم مؤخرا ضمن قائمة التراث الزراعي العالمي من قبل منظمة الأغذية وزراع للأمم المتحدة من الشمال الشرقي إلى مثيله الغربي ومن غار الملح إلى جبا حكاية طبيعة خلابة تأسر زائرها المتذوق سحر المكاني خيرات أرض زرعت فأثمرت محاصيل متنوعة مكنت من أعلان هاتين المنطقتين كنظم مبتكرة للتراث الزراعي العالمي فمنتجات غار الملح المزرعة في هذه الجزر الصغيرة المتناثرة على امتداد البحيرة أو كما يسميها أهالي المنطقة القطعاية تعد زراعة فريدة من نوعها في الرمال أرض رملية كلها نعمل أغلق صب هذائي وكل واحدة ذاك كل لن نكسر الريح الشيكة تصب عبارة على سبونتكس قد تقدر الرملية يجبد الماء وبالنسبة للبحارة كانت بالمجمز جزرية يطفح المال على الأول فوق واختل الزجر ينقلها بطلوطة وانت تتخذ النبتة مرتين في الـ 24 ساعة وذلك المرددية نتاحة حتى النكها نتاحة مع صوب البيو أما حدائق قوة جبل عليا فتشكل نظاما خاصا للزراعة على ارتفاع 600 متر ليتشكل هذا المشهد الجبلي عبر دمج الزراعة على المدرجات الناتجة عن التكوينات الجيولوجية الطبيعية طراء طبيعي معناها نباتات مهمة برشة في المنطقة ذي وقد قلنا بديت نقول الكرمو المغارات الموجودة في المنطقة عندها ثراء مياه غير عادي ما خلنا فما برشة طيور تهاجر المنطقة ثراء وتنوع سيدعم إثر هذا التصنيف العالمي للمنطقتين من خلال برنامج اقتصادي وبئي هذا الانجاز إن شاء الله ما يقتصرش على ذلك بل يتم تثمينه في المجال السياحي في المجال الثقافي باش تكون هكا العملية متميزة والعملية متكاملة وهذا هو الهدف منها أنه التعريف بالدولة التونسية التعريف بالأماكن هذه الموجودة معانتها فيها نظوم زراعية تقليدية موروثة عن أبائنا وأجدادنا اليوم تم أحيائها احنا يلزمنا نحافظوا عليها ويلزمنا نطورها ويلزمها تكون معانتها مثمنة ومميزة في المجال السياحي والمجال الثقافي تقدر تعطي واحد المنطقة للتوريس تقدروجيه المنطقة وتانيا أن الاستدامة ديالزراعة في المنطقة انضمام منطقتين غار الملح من ولاية بنزارت واجبا من ولاية باجا إلى النظم المبتكر للتراث الزراعي العالمي كان قد سبقه اختيار واحة قفصة في 2011 ضمن هذه المنظومات التي تضم 61 منظومة على مستوى عالمي بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة وأذكركم بعنوين أبرز ما جاء فيها مع فتح الحدود اليوم السبت جراءة مقاية عديدة في نقاط العبور والنزل منعا لتسرب العدو بفيروس كورونا وضمانا لسلامة التونسيين بالداخل والوافدين وزير الدفاع الوطني يؤكد في زيارة تفقد للعسكري لفيرمادا إقرار إجراءات لتطوير القدرات العملياتية للجيش التونسي وموقف تونس الداعم للحل السلمي في ليبيا منظمة الأغذية والزراع للأمم المتحدة تدرج منطقتين جبا وغير الملحظة من قائمة التراث الزراعي العالمي ودعوات لتثمين ذلك في المجالين الثقافي والسياحي شكرا لكم مشاهدين الكرام والمتابعة والاهتمام في أمان الله